بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن الآن في جلسة دراسية مع الصف الأول الثانوي العلمي الوحدة الرابعة الفصل الثالث اسم الدرس الطفرات صفحة 194 في الكتاب المدرسي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعزائي الطلبة نرجو لكم السلامة والصحة والعافية أنتم وذويكم وانتمنى لكم المزيد من الإنجاز والتفوق في الدرس السابق تم بحمد الله مناقشة المادة الوراثية في الخلية وتعرفنا إلى تركيب المادة الوراثية وإلى مفهوم الجين ومفهوم الدي انا تعرفنا إلى تركيب الدي انا وتضاعفه وتعرفنا ما المقصود بالنيوكليوتيد النيوكليوتيد سكر خماسي ونجموعة رصفات وقاعدة نيتروجينية أدنين ثاينين دوانين وسايتوسين تركيب كل النيوكليوتيد الرواثة الهيدروجينية بين النيوكليوتيدات والسلسلتين وتضاعف الدي انا وتم إرسال واجب بيتي على جروبات الواتساب لمتابعتها وسنبعث لكم على جروب الواتساب آلية متابعة الواجب في حينها بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الآن بتعريف الطفرات والتعرف إلى الطفرات سابقا تحدثنا أن عملية تضاعف الدي انا سينتج عنها جزيئان متماثلان تماما ومماثلان تماما لجزيئ الأصلي ولكن ولكن ماذا سيحدث لو حدث خطأ في هذه المعلومات الآن كما تعلمت سابقا المعلومات الوراثية تحمل بترتيب القواعد النيتروجينية ترتيب ثابت للمعلومة كل معلومة وراثية لها ترتيب ثابت للمعلومة وبالتالي جزيئين الدي انا ناتجتين ناتجين يجب أن تكون المعلومات الوراثية فيها وترتيب القواعد النيتروجينية فيهما نفس الترتيب ونفس المعلومات ولكن الخطأ قد يحدث في أثناء عملية التضاعف لماذا يحدث الخطأ؟ قد يحدث بصرد عدد الهائل من النيوكليتيدات التي يتعامل معها الأنزيم عشر قوة تسعة كده في أثناء عملية التضاعف الأخطاء التي قد تحدث ممكن أفواً ممكن نحدث حذف لنيوكليتيدات ممكن تضعف نيوكليتيدات ممكن تستبدل نيوكليتيدات ممكن تنقل إلى غير مكانها بالتفصيل هذه التغيرات وهذه الطفرات وهذه الأخطاء استعرف عليها في الصف الثاني 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 الآن سنأخذ مثال بسيط جداً على الحذف الإضافة والاستبدال لو افترضنا أنه الترتيب الصحيح للقواعد النيتروجنية في المادة الوراثية هو CCC ACA GAC 3-4 CAG وحصل لدينا خطأ في أثناء التضاعف فكان الDNA الناتج في الحالة الأولى CC بدل من C راح نتبع مع كل نيوكليتيد النيوكليتيد الأول C وفي الناتج C يجب أن يكون لكو نيوكليتيد الثاني C والثاني أيضاً في الناتج C يجب أن يكون لنيوكليتيد الثالث C ولكن هنا خطأ مشار إليه باللون الأحمر بدلاً من C مش لاقيه C نترك C نتوجه ل A C A G A C 3-T وربعض C A G C إذن فرق بين مفروض ينتج والذي نتجه فعلاً أنه في عندي هون قبل A المشار إليها باللون الأحمر في عن C مفقودة وهذه تسمى طفلة الحذف تحذف نيوكليتيب الآن نشوف هون في خلصنا الخطأ الأول نريد الخطأ الثاني C C C C C C C لغاية الآن أمور زي ما هي A A كما هي خلينا نعد قبل أن نكمل ترتيب نيوكليتيب نعد كم نيوكليتيب لازم يكون في عنا 3 6 9 12 15 14 نشوف هون 3 6 9 12 14 إذن في عنا حذف نيجي لل الثاني المفروض ينتج لنا هذا الأصل نشوف شو نتج لنا 3 6 9 12 15 16 إذن في عنا نيوكليتيب الزيادة والنيوكليتيب الزيادة نمشي واحد واحد حتى نشوف هاي C C C هاي تلاتة ما فيهم مشكلة ال-A ما فيها مشكلة ال-C هاي C وكمان C إذن حطينا إيدنا على الإضافة الآن بالنسبة لهون بنعد 1-2-3 هاي 6 هاي 9 هاي 12 هاي 15 نفس العدد ولكن اختلفت عندي هاي C المفروض إنها تكون G لكنها أصبحت C ليش بيطلع معنا هيك هاي الأخطاء ممكن الخطاء يكون كما في الجزء الأول أو يكون كما في الجزء الثاني أو كما في الجزء الثالث أو تنقل إلى غير مكانها ولم نكتب مثال لهذه نكتفي بهذا القدر من الأمثلة وهذا بالتفصيل سوف يتم التطرق إليه في مادة الثاني الثانوي العلمي الآن اللي بدنا نحكي إنه قد يحدث خطأ في المعلومات الوراثية قد يحدث خطأ في ترتيب القواعد النيترجينية أو عددها أو نوعها الآن إذا صدر مثل هذا الخطأ أو حدث مثل هذا الخطأ في أثناء عملية التضاعف يجب أن يكون للخلية القدرة على تصحيحها كيف دهت صحيحها بيكون في عنا أنزيمات شغلها تحدد مكان نيوكليكيذات الخطأ وتصحيحها إذن فينا آلتين أو خطوتين أساسيتين في تصحيح الأخطاء يعني مثلا هون مجرد ما إجت الأنزيمات يعني أنزيمات شغلها إنها تصحيح الأخطاء حددت مكان الخطأ إنهون في ناسية غير موجودة يتم إضافتها مباشرة ولكن هل هذا نضعم التصحيح قفاءته 100% الحقيقة لا قد تحدث الأخطاء وتبقى الأخطاء كما هي إذا بقيت هذه الأخطاء كما هي دون معالجة دون تصحيح تسمى هذه الأخطاء أفراد لاحظوا أنه الخطأ حدث في المادة الوراثية الـ N N تغير إذا حذفنا معناته في نقص عندي مواد كيميائية نقص عندي نيوكليتيد أو نيوكليتيدين أو ثلاثة أو أربعة نيوكليتيد فيه سكر خماسي فيه فوسفات فيه قاعدة نيترجينية إذن فيه نقص في المادة الكيميائية أو تضعف صار فينا زيادة في المادة الكيميائية أو تستبدال إذن تغير التركيب الكيميائي لجزيء الناتج لم ينتج جزيء كما هو مفروض أن ينتج إذا بقيت الأخطاء في جزيء الـ DNA بصورته النهائية يعني خلصنا تضاعف خلصنا تصحيح ولكن بقيت الأخطاء تسمى هذه الأخطاء طفرات فهي أخطاء تظهر في جزيء الـ DNA بصورته النهائية هاي التغيرات أو الأخطاء هي تغير في التركيب الكيميائي ليش كيميائي لأنه نحكي عن مواد كيميائية اللي هي بدأت تدخل فيه تكوين نيو كليوتي الآن ما تأثير هاي التفرات معظم أغلبها عبما ضار قد يؤدي إلى الموت يسبب الأمراض ورح ناخد مثال على هذا المرض على هاي التفرات وفي صف التوجير رح ناخد أمثلة أكثر على هذه التفرات القليل من التفرات قد يكون مفيد يساعد على التكيف في الظروف البيئية الجديدة وهذا ما رح نناقشه الآن ولا رح نحكي فيه لكنه أثر يمكن أن ينتج الآن في البداية حكينا أنه الأخطاع نرجع للبداية تحدث بسبب العدد هاي المنوكيات التي يتعامل معها الأنزي في أثناء عملية التضعف الآن في أثناء عملية التضعف تحدث هذه الأخطاع ولكن هل هذا هو السبب الوحيد لظهور التفرار بالتأكيد لا في أسباب أخرى وهاي الأسباب الأخرى إن شاء الله رح ناخد جزء منها في الصف التوجيه هيك منكون أنهينا الجزء الأول من الفصل اللي هو تركيب المادة الوراثية وتضعف الـ DNA والأخطاء في أثناء التضعف ماذا تسمى هذه الأخطاء ما أهمية هذه الأخطاء ما فائدتها ما ضررها وما تعريف الطفرة بحب أنه تنتبهوا لتعريف الطفرة بحب تنتبهوا لهذا الدرس انتباه جيد لأنه سيكون هناك فصل كامل في الصف التوجيه عن الطفرات سواء كانت الطفرات يعني على أكتر من مستوى رح تتناقش الطفرات فيفضل أنه تركزوا على الطفرات تنتبهوا لها منيح وتفهموها تماما وإذا عندكم أي سؤال بتحبوا تسألوا عن الطفرات فيه جروبات على الواتساب مع المعلمين فيه جروبات لكل صف فيه جروب لكل صف من مدرسة البنات معي وفيه جروب لكل صف من مدرسة البنين مع سجمانا بتقدر ترجعوا بسجمانا أو إليه تسألوا أي سؤال بدكم لي عن الطفرات ما تمروا عن هذا الدرس بدون ما أنتوا تكونوا متابعين معه تماما عشان أذكركم بالكتاب هذا الدرس بصفحة 104 90 90 الان الحمد النووي الريبوزي RNA طبعاً إحنا لغاية الان كل كلامنا كان عن الDMA الان الRNA والDMA نفرق بينها الDMA يتكون من تلسلتين من من نيو كليو تيدات بينما الRNA يتكون من سلسلة واحدة من نيو كليو تيدات الآن نيكولي تيدات يلي تلعب أو تدخل في تركيب الديين اي هي نيكولي تيد ادينين سايتوسين جوانين و تايمين بيننا نيو كلي تيدات اللي بتلعب دور في أو تدخل في تركيب الار اي الادينين زي الدي اي السايتوسين زي الدي اي الجي زي الدي اي ولكن في الار اي لا يوجد تايمين بل يوجد بدل منه يورا سين القاعد النيترجنية يورا سين فعدد القواعد النيترجنية كأنواع يعني فينا خمس أنواع ادينين ويستخدم في كل من الدي اي والار اي سايتوسين يستخدم في تكوين النيو كلي تيدات التي تكون الدي اي وتكون الار اي الگوانين يدخل في تركيب النيو كلي تيدات التي تكون الدي اي والار اي الثايمين يدخل في تركيب النيو كلي تيدات التي تكون الدي اي بينما الوراسين يدخل في تكوين النيو كلي تيدات التي تكون الRNA الDNA حكينا فيه حكينا سلسلتين الRNA الآن بدنا نحكي عنه ويوجد ثلاث أنواع للRNA الRNA اسمه الRNA اسمه Rhypo Nucleic Asset RNA له عدة أنواع تلعب دورا لكل منها دور محدد فيه تكوين هذا الشكل هذا الشكل يبين لنا الخلية هذا عندنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر